ليلة مظلمة قرر شبان شجعان ماكس وايما الخوض في مغامرة محفوفة بالمخاطر لسرقة كنز القراصنة الشهير طاقم الجمجمة السوداء كان يعرفان جيدا ان الكنز يختبئ في جزيرة نائية تحميها الامواج العاتية والغابات المظلمة بينما كانوا يقطعون المحيط على قاربهم الصغير الجريمة السرية واجهوا تحديات كبيرة بدءا من عواصف البحر الهائجة الى فخاخ الجزيرة المهلكة ومع كل تحدي نمت ارادتهم وصمودهم وصلوا اخيرا الى الجزيرة حيث كانت تنتظرهم مهمة صعبة لتجاوز حراسة القراصنة والوصول الى قاعة الكنز بواسطة البراعة والمكر تمكنوا من الوصول الى الكنز الذي كان محفوظا في قاعة مظلمة بينما كانوا يهمون بالفرار على متن قاربهم سمعوا صوت اقتراب القراصنة وبدأوا في سباق محموم مع الزمن والموت كانت هناك مجموعة من القراصنة الشهيرة تعرف باسم طاقم الجمجمة السوداء كانوا يقودون سفينة قوية تسمى الظل البحري وكانوا يجوبون البحار بحثا عن الكنوز والمغامرات كان القائد هو القرصان الشجاع الذي كان يعرف باسم الكاتن سكليتون سترايد كان لديه قلب من حديد وعين زرقاء تلمع كالليل معه كان طاقم متنوع من القراصنة بينهم المبارز البراعة والمستكشف الشجاع والقناص الماهر تاريخهم مليء بالمعارك البحرية واللحظات الشجاعة سرعان ما أصبحوا محط أسطير البحار حيث يقال إنهم اكتشفوا جزيرة مفقودة تحتفظ بكنوز هائلة وغامضة وكلما سمع البحارة صوت جناحي الجمجمة السوداء يعلمون أنهم في طريقهم لمواجهة أسطير البحر والمغامرات الجديدة تندلع عصفة هجومية مفاجئة لقراصنة مخيفين في أعماق البحر حيث تقترب سفنهم الظليلة من شواطئ الشدابب يتصاعد الرعب تحت المياه وتشهد الأمواج صراعا قويا بين الشبابب الشجعان وهؤلاء القراصنة البحريين الماهرين تتسابق القراصنة تحت الموجات مستخدمين تكتيكات مائية متقنة للهجوم على شبابب البحر يتم استخدام الحيل والأسلحة البحرية لكسب السيطرة ويتقدم الصراع في أعماق البحر مع كل جولة تظهر شجاعة الشبابب في مواجهة هذا التهديد البحري حيث يتحدون القراصنة بقوة ومرونة قد تشهد المعركة تحولات غير متوقعة تحت الماء مما يجعلها معركة ملحمية تحمل في طياتها أسرارا ومفاجآت غامضة في ظلام ليل عميق تظهر أشكال مظلمة لسفن قراصنة تمدلع من بين أمواج البحر يهاجمون سفن التجارة ببراعة يستخدمون حيالهم للسيطرة على الثروات الثمينة تتوالى المعارك البحرية المثيرة بين قراصنة البحر وسفن التجارة تتسابق الأمواج لتخفي الأصوات القراصنة وفي هذا الصراع المحموم يتم استخدام المدافع والسيوف لتحديد هوية الغالب والغزوة تنتقل القراصنة إلى جزيرة نائية تعج بالألغاز والنقوش الغامضة يخوضون مغامرة ملحمية للعثور على كنوز خفية ويواجهون تحديات قديمة تهدد بالكشف عن أسرار البحر الغامض يظهر قائد قراصنة يسعى إلى تحقيق وآمن بين طاقمه ولكن التحديات الداخلية تثير الخلافات يختبرون حدود الولاء والخيانة في رحلتهم مما يجعلهم يدركون أن الحقيقية خصمهم قد يكون داخل صفوفهم تصبح المعركة الأكثر خطورة على الإطلاق عندما يواجهون عاصفة هائلة يجب على القراصنة استخدام مهاراتهم البحرية للبقاء والفوز بالمعركة ضد قوى الطبيعة الهائلة التي تتحد إرادتهم ينكشف السر الذي دفع قراصنة البحر لاختيار حياة القرصنة تتكشف الدوافع الحقيقية والروابط القوية بين الأفراد يصلون إلى ختام رحلتهم بين تجارة والمغامرة ولكن هل سيجدون السلام في نهاية هذا السفر؟ ملح للمعركة البحرية حيث يتقاطع مصائر القراصنة وأسطول التجار في انقضاض نهائي ملحمي يظهر بطل غير متوقع ليغير مجرى الصراع وتتبدد سحب الغموض لتكشف عن حقائق مذهلة مع تلاشي أصوات المدافع وصراع السيوف ليستقر السلام على الأمواج المضطربة يظهر الفجر الجديد منظرا لسفن التجار والقراصنة حيث يعلن النهاية عن بداية جديدة تنطلق رحلات الاستكشاف والتبادل التجاري وتترك القصة وراءها ذكريات ملحمية ودروس حول قوة التعاون والتسامح في عالم البحار ترجمة نانسي قنقر